السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة النهاردة هتزعل مني ناس كتير امبارح وبعد تأكد تأهل المنتخب السوري الأول للرجال للأدوار اللي بعد كده من كأس العالم وتصفيات كأس العالم وكأس أسية حصلت حالة من الضجة ما بين جماهير المنتخب السوري الأول للرجال وكان سبب كل تلك الضجة اسم واحد وهو مرديك مرديكيان مرديك مرديكيان مهاجم المنتخب السوري الأول للرجال وكان مبارح من أول المباراة مباراة غوام رأس حربة الضجة كانت بسبب أنه عمل حركة معينة عمل شش بس مش أكتر طبعا وهو سجل هدفين ومحمود المواس عزز بهدف ثالث المنتخب السوري دلوقتي عنده 21 نقطة من سبعة انتصارات متتالية خلاص بشكل رسمي هو متأهل حتى ولو خسر أمام الصين مباراة الصين اللي محمود المواس جال عليها مبارح أنها هتكون معركة تكسير عظام الناس اختلفت مبارح هل مرديك مرديكيان محق في تلك الحركة اللي عملها ولا هو مخطئ الحقيقة أننا النهاردة مش هجاوب عليكم أنا هخليكم انتوا شخصيا تجاوبوا على الموضوع ده النهاردة وتقولوا هل يطرى مرديك مرديكيان أخطأ ولا كان على حق جبل ما نبدأ هل انتوا عارفين بالزبط مرديك مرديكيان تعرض لضغوط شكلها إيه هل انتوا بالزبط جريتوا التعليقات اللي كتبت من قبل بعض من الجماهير السورية اللي عددهم لا يتعدى المئة شخص على كل السوشيال ميديا في حق مرديك مرديكيان أنا النهاردة هجيب لكم عينات واحتراما لأصحاب تلك التعليقات مش هذكر أسمائهم تعالوا كده مع بعض أقرأ معاكم بعض من ردود الفعل على أداء مرديك مرديكيان وساعتها هنشوف هل هو محق في الحركة بتاعته ولا لا واحد بيجول أنحس بني آدم بالعالم التاني بيجول أناني أناني وطماع لعند الله حد تاني بيجول حمار حد تالت بيجول فاشل حد رابع بيجول للأسف لا يستحق التواجد مع المنتخب لاعب فاشل وآخر جحشكيان وسطته قوية جحشكيان اللي يجحشه على وزن مرديكيان والله بصرح أجحش لاعب أجرب وحرام مع المنتخب أرضيك ماله نفسي يلعب وعم يركض مثل المرى الحامل أجحش من هيك لاعب ما شفت أناني حقير بده صبب عمود شمينته يكون مجبول بمية ملح وقسد أنا مش عارف بصراحة معنى الكلام ده إيه ياريت اللي عارف منكم يكتب لي تحت في التعليقات أحد المحللين الرياضيين وهو السيد حازم حربة في قنوات الكأس أمس بعد ما شاف حركة مرديك مرديكيان صرح وقال أنها حركة غير أخلاقية من اللاعب مرديك مرديكيان وهل ما فعلته بعض من الجماهير السورية أخلاقي حينما يسب مرديك مرديكيان وبالمناسبة في تعليقات أصعب من كده بس أنا ما حبيتش أن أنا أجيبها عشان ملوس أذانكم معايا هل ردود فعل بعض من الجماهير السورية لمرديك مرديكيان ردود فعل أخلاقية يعني هما شتموه وهو بس عمل مش أكتر أضاف حازم حربة وقال هذا جمهور معك وليس ضدك حركة غير موفقة إطلاقا الحقيقة أن ناس كتير ما تعرفش مين هو مرديك مرديكيان مرديك مرديكيان ابن الكابتن كيفورد مرديكيان وهو من أكبر لاعبي جيل العمالقة في كرة القدم السورية مرديك مرديكيان من موليد 14 مارس 92 عنده 29 سنة يعني من موليد اللاذقية على فكرة بالمناسبة هو معه جنسيتين جنسية أرمينية وجنسية سورية مرديك مرديكيان القيمة السوقية بتاعته دلوقتي 250 ألف يورو ده رقم قليل جدا جدا القيمة السوقية بتاعته كانت 400 ألف يورو ولكن طبعا مع الحرب ومع الظروف اللي مرت بها سوريا القيمة السوقية بتاعته نزلت مرديك مرديكيان له عدد كبير من الأهداف الدولية معرفش كام ولكن ليه 13 هدف مع المنتخب السوري الأولمبي وحوالي 6 أو 7 أهداف مع المنتخب الأول وأنا مش متأكد من الرقم صراحة مرديك مرديكيان من 2012 هو بيلعب مع حطين لحد الوقت يوصل مع الفيصالي مر بعشر أندية ويمكن أكتر لعب مع حطين والرفاعة وسهار ولعب مع نادي المرخية ولعب مع نفط الوسط والجزيرة ولعب مع العربي القطري ولعب مع الجزيرة ولعب مع حطين مرة أخرى وقدم موسم رائع العام الماضي في الدوري السوري الممتاز وانتهى بيء المشوار مع نادي الفيصالي الأردنية مرديك مرديكيان رأس حربة المنتخب السوري مرديك مرديكيان بديل عمر السومة ناس تانية بتقول أن الحركة دي كانت ممكن تكون مقبولة من مرديك مرديكيان لو كانت في مباراة البرازيل يعني لو سجل هدفين أمام البرازيل أو ألمانيا أو إنجلترا طبعا أكيد هتكون مقبولة ولكن هل يطرى نقدر نقول أن مرديك مرديكيان أخطأ بعد كل الكلام ده؟ الحقيقة من وجهة نظري الشخصية أننا لا ينبغي أن ننظر للأمر بعين واحد هناك أناس وهناك بعض من جماهير المنتخب السوري أخطأت في حق شخص مرديك مرديكيان وهو بكل بساطة رد بكل أدب وفقط لم يفعل إلا ش حط الشتايم والسب اللي قيلت في حق مرديك مرديكيان في نحية أو في كفة وحط النحية التانية وهو بيعمل ش بس مش أكتر أنا ما أعتقدش أن مرديك مرديكيان بأي حال من الأحوال أخطأ كمان على أي حال مرديك مرديكيان الآن يعاني من الإصابة اللي يتعرض لها في مباراة غوام أمس وربنا يتم شفاء عليه وعلى الأغلب هو مش هيلعب مباراة الصين كمان بالمناسبة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أمس نشر صورة مرديك مرديكيان وما بيعملش وحط جنبيه كمان محمد ريحانية اللاعب الرائع من وجهة نظري وكتب أني خلاص المنتخب السوري تصدر للأدوار الحاسمة من تصفيات كأس العالم وكأس أسية كل التوفيق للمنتخب السوري أتمنى أن الحلقة دي ما تزعلش مني ناس ولكن أنا بحط نفسي مكان بني آدم بني آدم تعرض للسب والشتم ورد بكل أدب بحركة بسيطة أنا شخصيا جبلتها منه جبلتها منه تماما أعمال بالمناسبة في صورة انتشرت أمس على السوشيال ميديا لحساب مرديك مرديكيان الرسمي على انستجرام ستوري يعني أو قصة وهو كاتب فيها فليشهد الله أننا كنا أطيب من أن نؤذي أو نخون أو نخيب ثقة أحد لكننا لم ننال شيء وكل شيء نال منه أعتقد أن مرديك مرديكيان جاب من الآخر زي ما بيقولوا عندنا في مصر تعالوا سريعا نرد على تعليقاتكم الكريمة والتعليق الأول من علاء شهباندر شو رأيك بالأداء أستاذ أحمد؟ الأداء لا ينبغي الحكم عليه أو لا نستطيع الحكم عليه أداء المنتخب السوري الأول للرجال سواء مع الملضيف أو غوام أداء لا يصلح للتقييم المباراة الوحيدة التي يمكن أن نقيم فيها أداء المنتخب السوري من وجهة نظر هي مباراة الصين المقبلة واللي هتكون إن شاء الله بإذن الله معركة تكسير عظام زي ما جاء المحمود الموايس وتعليق آخر من ليث إمتى مباراة الصين حدا يذكرني؟ مباراة الصين بإذن الله إن شاء الله هتكون يوم الثلاثة اللي جاي الموافق خمستاشر ستة الساعة السابعة بتوقيت مصر الساعة السادسة بتوقيت دمشق والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات بإذن الله تعالوا ناخد تعليق كمان سامو بيقول بدأت النهاية للمدرب معلول ابتدأ من مباراة الصين انتهت الرحلة للمنتخب السوري تفقى الخير المباراة المقبلة مباراة الصين آه هي فعلا ممكن تكون النهاية وممكن تكون البداية ممكن تكون بداية المنتخب السوري ممكن المنتخب السوري يعمل مباراة أسطورية ويخلف كل التوقعات اللي الناس منتظراها للمنتخب السوري مع المنتخب الصيني كمال بالمناسبة الكابتن نبيل معلول صرح أنه بعد مباراة الصين هيحدد هل هو مستمر مع المنتخب السوري ولا لا تعالوا نتعلق بالمنتخب السوري ونتكلم عن الكابتن نبيل معلول على أنه مدرب ليس إلا ممكن يستمر وممكن ما يستمرش لكن المنتخب هيكمل بإذن الله ناحية الحلم ناحية كأس العالم تعليق آخر من آياز نيازه الهدف الأول لعب غوام عطل هدف شكلك حافظ مش فاهم لا يا أخي ألغالي واضح أن أنت اللي مش مركز الهدف الأول على ما أتذكر في مباراة غوام وأنا شفته أكتر من مرة آأي نعم فيه كورة سقطت من أحد لعيب غوام بالخطأ ولكن محمد ريحاني أخذ الكورة بصاها لسيمون أمين وسيمون أمين أعطاها لمرديك مرديكيان ومرديك مرديكيان سجل الهدف وبالتالي هو هدف للمنتخب السوري بقدم سورية آه هو تم استغلال خطأ لعيب غوام طب ما كل الأهدف كده وتعليق آخر من صالح المهباج أستاذ أحمد هل تعتقد أن المنتخب السوري لم يختبر مع المعلول بشكل حقيقي نعم المنتخب السوري إلى الآن لم يختبر مع الكابت النبي المعلول ومباراة الصين هي الاختبار الأول هي مش اختبار جامد جاوي على فكرة بلمناسبة ولكن هي الاختبار الأول لأن المنتخب الصيني داخل المباراة دي ميت عايز موت داخل المباراة دي عشان يتأهل كأفضل ثاني وإلا هيطلع بره كل التصفيات وبالتالي المباراة اللي جاية مباراة قوية جدا جدا مباراة هتكون فعلا مباراة تكسير عظام وتعليق من أبو تايم بيقول أو أبو تايم بيقول أستاذ أحمد أنا كتير بحبك وبحترمك بس محمد ريحانية وارد السلامة يروحه يبيع فجل هدول ما خرج كرة قدم أرجو الرد وشكرا أنا هرد عليك أولا فكرة يبيع فجل دي أنا مش عجباني من وجهة نظري الشخصية إن الواحد يبيع فجل ده حاجة كويسة دي شغلانة محترمة وشغلانة فيه ناس هنا كتير يعني ورى بيتي بيبيع فجل وناس محترمة جدا وناس على خلق وناس يعني فتحين بيوت وكده لكن تعالوا نتكلم على لعب الكورة أنا وجهة نظري الشخصية إن محمد ريحانية مبارح كان لعب واثق كان لعب بيلعب بكل إمكانياته رغم قلة الخبرة الدولية إلا إنه للأمانة عمل مبارح شوية لمسات رائعة وشارك في صناعة الهدف الأول وكان بينجل الكورة من الناحية اليمين اللي حين الشمال وكان لعب محمد ريحانية بالنسبة لي فرش لعب فرش بدماغ لسه ما تغيرتش لسه ما كبرش لسه عنده حلول حلول الشباب أما بالنسبة الورد السلامة أي نعم هو بيلعب في الدوري أو الدرجة الثانية بالدور السعودي مع البكيرية السعودي إلا إن من وجهة نظري إني أنت ما عندكش بديل لورد السلامة في المنتخب السوري غير محمود المواس فما ينفعش إن إحنا نتكلم عن ورد السلامة لما يكون عندك بديل أقوى تعالى نتكلم في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حصة المتابعة أتمنى إن محدش يكون زي علمني من حلقة النهاردة حلقة النهاردة نقدر ريقول إن هي كانت في حب مرديك مرديكيان ودفاع عن مرديك مرديكيان اللاعب الدولي ولاعب المنتخب السوري الكبير واللي عنده 29 سنة واللي ما كانش ينفع إن أنا أشوفه بينال منه على الملأ على السوشيال ميديا وأجف مكتوف الأيدي والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة